بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدنا اليوم مع سورة القدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه إنا نون مشددة وبقى فيها قلنا حركتين إنا في مد هنا كام حركة أربع حركات ده منفصل هامزة جاي في الكلمة اللي بعدين بقى منفصل انفصلت عنه وقلنا إن حركة المد تقليل ما بتاخد حوالي سمية ممكن نعدها على الصوابع أربع ثواني بأربع صوابع كده نعد على قدينا يبقى أنا عندي هنا مد أربع حركات أنزلناه قلنا نون عارية يبقى دي هعمل فيها إيه؟ هعمل فيها غنة والغنة أيضا حركتين الغنة خرجة من أقصى الآن في الوية الخيشون إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلتي أخذ بالي من الكسرة بتاعة كلمة ليلتي مش أم أقولش في ليلة القدر في ليلة القدر خطأ في ليلة القدر ليلتي في ليلة القدر 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 إدال هنا إيه؟ مقلقلة وعليها العلمة بتاعة القلقلة اللي هي رأس الحائل إيه الصغير وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك أيضا ده مد أربع حركات أدراك أدى أدراك إدال مقلقلة ما ليلة القدر ما أحد يقول ما ليلة القدر ما ليلة يبقى الأولانية إنا أنزلناه في ليلتي في ليلتي يبقى مجرورة بفي وعلمة الجر الكسرة في ليلتي وما أدراك ما ليلة ما ليلة القدر القدر أيضا ده مقلقلة ليلة القدر خير من القدر قلقلة خيرم خيرم عملت هنا إيه إضغام ناقص بغنة ليه عشان ده تنوين بالضم سواء كتننسك هنا أو تنوين ضم فتح كسر وجي وراء حرف الميم من حروف يرملون يبقى هنا في إضغام إيه ناقص بغنة خيرم يبقى أنا عملت إيه إضغام شبكت الرأ في الميم وعملت إيه غنة في الوسط خيرم من ألف شهر قلت من أه من أه هنا أظهرت حرف النون اللي بعد هي همزة ليه أول حد هنلاقي إن علامة الإصهار اللي هي رأس الحائل الصغيرة موجودة على النون دي مش نون عارية عشان نعمل فيها غنة دي نون عليها علامة الإصهار إيه علامة الإصهار رأس الحائل الصغيرة بعدها همزة أو الهمزة من حروف الإيه الإصهار يبقى من ألف من ألف أظهرت النون ما عملت لهاش غنة من الخيشون من ألف شهر ألفي الخياء مكسورة ما أقولش من ألف شهر ألف شهر خطأ ألفي من ألف شهر تنزلوا الملائكة والروح فيها تنزلوا الملائكة الملائكة عندنا الملائكة هنا في مد متصل مد وجاي وراء الهمزة في نفس الكلمة يبقى مد متصل بيمد كم حركة من أربعة أو خمسة لو مدنا أربعة هلمد في المصحف كل أربعة مدنا خمسة يبقى هنمشي بنفس الوتيرة خمسة يعني الوتيرة بتاعت الصوت ما تفضلش طلعة نزلة إحنا ملتزمين بنوع المد ومقدار الحركات بتاعته كل مرة زي ما هو بالضبط مدت أربعة يبقى مبدت أربعة من أول القرآن لآخر ومدت خمسة يبقى مبدت خمسة من الأول للأخر يبقى هنقول تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذني أول حاجة هنقول هنا بكلمة بإذن نقول إذن بتخرج من طرف اللسان مع طرف الثانية العليا بإذني بإذني ربهم كلمة ربهم مهم يعني عارية هي وراها ميم مشددة ده معناها أن الميمين دول دخلوا ببعض إحنا قلنا قبل كده أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين أحدهما ساكن والآخر متحرك يضغم في بعضهما بحيث يصيراني حرفا واحدا مشددة يعني بأعلمة التجديد دي اللي على الميم بتاعت ميم دي معناها أن حرف الميم الأولانية دخل في الميم التانية وبقوا ميم واحدة وعليها شدة وإحنا متفقين أن الميم المشددة فيها غنة حرقتين وهنا ده اسمه إضغام وتماثلين صغير إضغام وتماثلين يعني حكتين مثل بعض بالضبط ميم وميم يبقى مثل بعض تمام صغير لأن الأول ساكن والآخر متحرك يبقى يعني نقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمره ربهم من إيبقى أنا إضغام تلمين مع الميم أقول من كل نون عيرية هعمل فيها إيه غنة من كل أمر كلي لم مشددة واللام مكسورة كلي ما أقولش من كل أمر خطأ كلي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي ناخد بالنا كده من التنوين هلاقي أن التنوين قلنا قبل كده ضمة معدولة والضمة التانية عاملة زي الهلال فوقيها كده ده معناه إن بعد التنوين ده هيجيلي حرف من حروف الإصهار الستة اللي احنا عرفينهم همزن هاء عينن هاء غينن خاص فعلا ده تنوين بالضم وجاي وراه حرف الهاء يبقى أنا هنا بيقول لي خلي بالك اوعي تعملي هنا غنة عشان هيقبلك بعد التنوين ده حرف من حروف الإصهار فأنا قلت سلام هي ما عملتش أي غنة من الخيشوم سلام هي نطأت التنوين على شكل نون سلام 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 هي حتى مطلعي حتى مط مط عندي الطاق هنا من حروف القلقلة اللي هي قضب جد حتى مطلعي والعين مكسورة مطلعي ما قلش مطلعي الفجر خطأ مطلعي حتى مطلعي الفجر الفجأ الفجأ احنا عرفين ان الجيم اللي في القرآن معطشة وايضا هذه الجيم من حروف قضب جد وعليها علامة الحق الصغيرة اللي هي علامة القلقلة نقرأ الصورة كلها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلعي الفجر ماذاكم الله خيرا احسن الله إليكم ونفعنا الله إياكم بالقرآن العظيم وإلى لقاء آخر في صورة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته